الآن إلى رمال الله يحدثني من هناك مراسل الحدث عبدالحفيظ جعوان عبدالحفيظ طحية طيبة يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية المستمرة ذكرت لي في التغطية السابقة أنه يبدو المسار التهدئة منفصل تماما بين الضفة الغربية وقطاع غزة التصعيد مستمر في الضفة الغربية مع استمرار الاقتحامات وأيضا وقوع الضحايا هناك ما هي التفاصيل لديك نعم قبل قليل قتل الجيش الإسرائيلي طبيبا فلسطينيا وهو الشاب شامخ أبو الرب عمره 25 عاما في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين كان يقف مع أفراد أسرته أمام المنزل عندما أطلق عليه الجنود الإسرائيليون النار وأردوه قتيلا وأصاب أخيه بجروح خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بشكل مفاجئ لبلدة قباطية جنوب جنين الجيش الإسرائيلي كان قد اقتحم البلدة منذ نحو نصف ساعة حاصر أحد المنازل هناك وطلب من في المنزل بتسليم أنفسهم وأصيب أيضا أحد المحاصرين داخل المنزل قبل أن يخرج جميع من في المنزل ويعتقل عدد منهم الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي خلال وجوده في بلدة قباطية عرض أيضا لإطلاق نار وإلقاء حجارة من قبل فلسطينيين وأثناء خروج هذا الجيش من البلدة أطلق النار على بعض الفلسطينيين والمواطنين الموجودين أمام بيوتهم ما أدى إلى مقتل هذا الشاب الشامخ بالرب وهو بالمناسبة ابن القائم بأعمال محافظة جنين كمال بالرب على ما أعتقد هذا الشاب يعمل طبيبا قتل على الفور وأصيب أخيه بجراح إضافة إلى إصابة شاب فلسطيني ثالث أيضا نقلوا جميعا إلى مستشفى بن سينة في مدينة جنين قبل أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من هذه البلدة قبل قباطية كان قد نفذ الجيش الإسرائيلي عدة عمليات اقتحام شملت العديد من المناطق الفلسطينية منها مخيم عسكر الجديد والقديم في مدينة نابلس حيث تم اعتقال 11 فلسطينيا إضافة لاقتحام مخيم عقبة جبر في أريحة أيضا تم هناك اعتقال عدد من الفلسطينيين ومدن وبلدات أخرى مثل خليل ورامالله والبيرة وغيرها إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية بغض النظر عما يجري في قطاع غزة ويتواصل سكوط الضحايا والعلى أبرز شاهد على ذلك هو مقتل الطبيب قبل اللحظات في بلدة كباطيا وأيضا يتواصل تتواصل عمليات الاعتقال في الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي يبرر عملياته هذه بأنها عمليات وقائية داخل الضفة الغربية تهدف لإحباط أي محاولة فلسطينية لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في إسرائيل أو في الضفة الغربية فيما يتعلق أيضا ببلف الرهائن بالأمس كنت بعد عبد الحفيظ طوال النهار وأيضا في فترة المساء كل التفاصيل المرتبطة بإطلاق صراحة 39 من الرهائن أو من الأسرة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية اليوم هل تم الإعلان عن قائمة بأسماء المفرج عنهم أم أن التكتم الإسرائيلي مستمر على غرار أمس لا ما زال مستمرا التكتم قبل هذه المباشرة كنت قد تصلت بنادي الأسير الفلسطيني وأخبروني أنه لم يتسلم قائمة حتى هذه اللحظة من المتوقع أن يستلم قائمة خلال الساعات القادمة لأنه جرت لعادة يوم أمس أن يستلم الجانب الإسرائيلي قائمة بأسماء الأسرة الإسرائيليين في قطاع غزة وبعدها يقوم الجانب الإسرائيلي بتسليم الفلسطينيين قائمة بالأسرة المنوي الإفراج عنهم وبالتالي لم تسلم قائمة وبالمناسبة كان لافتا يوم أمس عند حديثنا مع بعض الأسرة الذين خرجوا أنهم لم يكن يعلموا أيدا أبدا أنهم سيخرجون من السجن وبشكل فجائي يعني تم إخراجهم ووضعهم في الحافلات وإخراجهم خارج السجون الإسرائيلية ولافتا أيضا أن عزدا منهم لا يعرف ما الذي يجري مطلقا حتى أنه لا يعرف أن هناك حربا في غزة وعدد ضحايا وما إلى ذلك لأن الكثير من السجون هي معزولة تماما عن العالم الخارجي وكانت قد سحبت وسائل الإعلام والاتصال وكل شيء ومنعت التواصل وبالتالي قليل منهم فقط يعرفون ما الذي يجري وتفاجأوا بأنه يتم الإفراج عنهم كل شكول لك عبدالحفيظ حتى الآن سنعود إليك خلال هذه التغطية المستمرة حتى ثاني مرة ملا مراسل الحدث عبدالحفيظ جعوا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر